انا اسمي بيبا هذا اخي الصغير جورج هذه مامي بي وهذا دادي بي بيبا بي تختار بيبا لعبة للسوق الخيري بيبا هل قررتي؟ ام فلتختاري لعبة واحدة اجل وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة حسنا انا سأتبرع بسيدي داينسور سيد داينسور هو لعبة جورج المفضلة فتا لا يمكنك التبرع بسيد داينسور لا يمكنني؟ لا يلا الورطة انا اسفة داينسور هل تتبرعين بسندوقك الصغير؟ حسنا الآن دورك يا ابي ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري سأتبرع بهاده وجورج سيتبرع بالكرة بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت انه التلفاز ليس التلفاز لا انه مفيد جدا ام انا اعرف خفاء أبي القديمان لا راحتهما سيئة عرفت انه كرسي أبي القديم لكن هذا أثري ما الذي؟ يعنيه أثري أثري؟ تعني قديما جدا وقيما لكن وجدته في سلة النفايات انه زهيد سيساوي الكثير عندما أصلحه لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل عرفت سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج رائع ها هي الأرنبة ريباكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد أهلا ريباكا مرحبا جميعا ريتشارد اجتمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدمي جورج استعمل هذه لتحريك قدمي جيد جدا لكن حاول ألا ترش الماء الأطفال الكبار لا يرشون نحن بارعتان جدا في السباحة عندما يكبر جورج وريتشارد فاستطيعان السباحة مثلنا صحيحا يا ريباكا أجل ريتشارد لديه لعبة رشاش توقف يا ريتشارد يا إلهي أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة أمي أسفة يا ريتشارد لا أستطيع الوصول إنه بعيد جدا عني أمي لا أستطيع السباحة تحت الماء أنا أيضا لا يمكنني السباحة تحت الماء أمسكي نظارتي جيدا ماركا تفضل أحسنت بالفعل أنا جيد في السباحة تحت الماء بابا هذا هو الخص شكرا يا جدي أوه ما هذا آه انظر هناك وحش فضيع عليه وحش هذا ليس وحشا إنه مجرد حلزون أوه إلى أين ذهب إنه يختبئ في صدفته هذا هو مكان عيشه أجل إنه منزله انظر إنه يخرج ثانية أهلا سيد حلزون يا جدي هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه لا 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 يا بيبا لو كنت حلزونا سأمتلك سريرا وأيضا طاولة وكرسيا وثلاجة وتلفازا كبيرا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سوف أقوم بأكل كل خص جرانبا بيج وأني أوه ابتعد عن خص يا العزيز أيها الحلزونان الشقيان وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي السوق الخيري إنه يوم ممطر وهناك ثقب بسطح المدرسة يا أطفال سوف نقيم سوقا خيريا المال الذي سنجمع سنشتري به سطحا للمدرسة مرحى على الجميع احضروا شيء للسوق الخيري ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئا لم يعد يستخدم مياو لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم وقت رحيل لكن سوألعابكم القديمة للسوق الخيري غدا دادي بيج يرتدي زي السباحة ومامي بيج ترتدي زي السباحة وبيبا ترتدي زي السباحة أسرع يا جورج الجميع ينتظر وجورج يرتدي زي السباحة بيبا جورج هيا لبس العوامات تفضل جورج عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر دوري جيد الآن يمكننا النزول في الماء إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى؟ يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت فكرة جيدة أحسنت يا جورج لكن ليس عليك رش كل هذا الماء إنه يوم السوق الخيري مرحباً أهلاً أنسة أرنبا بيبا ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب لكنه أثري حقاً؟ قول أبي إنه يساوي الكثير من المال حقاً لم أعلم أظن علي رفع السير وداعاً مرحباً جميعاً أهلاً رفع بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة تبرعت ببالون الببغاء تبرعت بالقرض لعباتي سوف أفتقد صندوقي الصغير أشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا بالون الببغاء من فضلك أمي أمي لكن الأنزة أرنبا جعلتني أدفع الكثير من المال خبر رائع للجميع لقد قمنا لتوي بجمع المال لسطح المدرسة الجديد مرحباً شكراً دادي بيج أهوهو على الرحب والساعة إن رشاش المائي هو للأطفال عيمكننا الكفذ من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا لكن ألواح الغطس هذه للكبار اوه اتاهجة وشاهداني أغطس مضحك يا أبي إن بطنك كبير جدا بالفعل لا يهم فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير كان هذا منذ وقت طويل دادي بيك لحصن حظي أنني محافظ على رشقاتي أرجوك أمسكي بنظراتي ستشاهدينني أفضل من الجانب أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي لن أرش عليكم الماء بالطبع قد أحتاج إلى لوح أعلى أرجوك توخل حذر أجل لا ترشنا بالماء يا أبي لا تقلقي بيبا أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي قلت لن أرشكم بالماء ظهر يا أبي أحسنت دادي بيك لا أحتاج إلى منشافة لدي طريقاتي الخاصة لتشفيف نفسي رش دادي بيك الماء على الجميع دادي بيك أعتذر للجميع كل أصدقائي بيبا وصلوا مرحبا جرانبا بيك مرحبا يا سوزي هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل أنا لا أعرف أين هما لا يوجد غيري وحلزنان أخران هنا نحن الحلزين نحن الحلزين مفجأة كنا نتظاهر أننا حلزين أنا استطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالا كافية لكم آه لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئا آخر شيئا ممتعا في الحديقة جزر؟ تحب الأرنبة ربيك الجزر؟ لا ربيك ليس الجزر تعالوا إلى هنا ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه أكل من هذا المنزل الصغير جدي لما بيت الدمية يصدر صوت طنين قريب؟ هذا ليس بيت الدمية يا بيبا إنه بيت النحل إنه يدعى قفير انظري ها هي واحدة ما الذي تفعله؟ إنها تجمع الرحيق من الظهرة ثم تعود ثانية إلى القفير كي تحوله إلى عسل أبي ما الذي تفعله طوال اليوم في المكتب؟ الكثير من الأشياء سوف تراين في هذا المبنى يعمل دادي بيج وقد وصلنا مرحبا أجل؟ مرحبا هذا أنا دادي بيج مرحبا دادي بيج أضغط على الزر أيضا؟ بالطبع يا بيبا أجل هذه أنا أهلا أنا هيا مكتبي في الطابق العلوي علينا أن نصعد بالمسعد يمكنني اضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج اضغط على الزر الأعلى يا جورج سأخذ المسعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جدا والطابق العلوي ستفتح الأبواب غير معقول هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء يا إلهي هذا ليس كندا مدفونا هذه عربة تسوق قديمة لنكتفي من البحث عن الكنز من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ أنا 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 إنها فكرة جيدة جراني بيج سأذهب لتفقد القارب جراني بيج ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة وجرانبا بيج يقوم بأشياء مهمة بالقارب آه هذا لطيف أظن أنه يمكنني النوم لمدة قليلة جراني والأطفال يبنون قلعة رملية كبيرة يحتاجون للكثير والكثير من الرمل يستخدمون الدلاء لبناء أبراج للقلعة يا لها من قلعة رائعة رائعة لنعب للمنزل أوه أين ذهب القارب؟ انظر يا جدتي أوه لا إن جرانبا بيج مستغرق في النوم والقارب ينجرف بعيدا علينا جميعا إيقاظ الجد فالتصيحوا بأعلى أصواتكم جرانبا بيج استيقظ استيقظ هذا هو مكتب دادي بيج مرحبا جميعا مرحبا دادي بيج مرحبا بيج سيد أرنب وسيدة القطة يعملان مع دادي بيج لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم بيبا وجورج لقد تشرفت هيا لنبدأ الجولة سيد أرنب هيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا وظيفتي تتعلق بالأرقام أحصل على أوراق مهمة جدا ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق وظيفة سيدي أرنب رائعة جدا هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق لقد وجدت البعض ربما سنستخدم أوراق أخرى تفضلي أحب بابا استخدام الختف أحب القيام بوظيفة سيدي أرنب لنقبل الجولة التالي مكتب سيدة قطة أهلاً يا بيبا وجورج مرحباً وظيفتي تتعلق برسم الأشكال على الكمبيوتر ثم أقوم بطباعة الأشكال وها هي نسخة أخرى أشكرك إن وظيفة سيدة قطة لطيفة أيمكنني التجربة؟ أظن هذا دور جورج الآن هذا صحيح يا جورج إنه دورك لتقوم بالعمل يرسم جورج مثلتات زرقاء والآن سنطبعها جرامبا بيج يأخذ بيبا وأصدقائها في رحلة على قاربه هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان هيا لنبحر تراكم لاحقاً تراكم لاحقاً بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاح جورج يمكنك ارتداء قبعة القرصان اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً متفوناً رائع يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع ها هي الأرض لقد وصلنا جزيرة القرصان مرحب ما هذا؟ إنه كاشف للمعادن إنه يجد الكنز المدفون جرامبا بيج يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون أها لقد وجد كاشف المعادن شيئاً هيا نقم بالحفر إنها أملة صغيرة كنز مرحب هيا لنجد المزيد أها لقد وجدنا شيئاً آخر يبدو كبيراً هذا هو مكتب دادي بيج وظيفتي معقدة بعض الشيء أحضر الأرقام الكبيرة وأحولها ثم أحسب نتائج تلك المعادلات تبدو وظيفة دادي بيج مهمة جداً هل تستخدم طابعاً للختم؟ لا هل تستخدم الكمبيوتر؟ لا أستخدم أقلام تلوين أبي، أيمكننا الرسم بأقلام تلوينك؟ فكرة جيدة هاة بيج مهمة جداً بابا وجورج يحبان الرسم بأقلام تلوين أنا رسم منزلاً جورج يرسم ديناصوراً جورج، ايماً يرسم ديناصوراً؟ دينسوراً أنا وجورج كنا نكون بوظيفة أبي وقام بها على أكمل وجه أحب الكيامة بوظيفة سيدي أرنب وأحب الكيامة بوظيفة سيدة كتة لكنني أحب الكيامة بوظيفة أبي أكثر أوه لا إن جرانبابيك ما زال نائما الجد بعيد لن يسمعنا نحن عالقون بجزيرة الكرصان نحن منعزلون سنظل هنا لمئات السنين سيكون علينا أكل الفواقه والدود وسيكون علينا أكل الحشرات والدود لقد وصل الأهل كي يأخذوا أطفالهم أين أنا؟ مرحباً مرحباً جميعاً هل استمتعتم بوقتكم؟ أجل، في الحقيقة لقد نسيت شيئاً هناك سأعود في الحال انظروا، إنه جدي نجونا مرحباً مرحباً بكم يا رفاق آه يا جرانبا بيج ظننا أنك نسيتنا أعتذر عن هذا جراني بيج أعدك المرة القادمة لن أغط في النوم وديان جزيرة الكرصان أراك ثانية قريباً لقد أحببت هذه الجزيرة هل سنزورها مجدداً؟ بالطبع يمكننا يا بيبا مرحباً أنا أحب العصر هيا نتظاهر أننا نحل أجل، هيا لنكن نحلاً نحل نشيط جداً أجل، نحن نحل النشيط الآن علينا العودة إلى القفير كي نصنع العسل يا إلهي، ماذا لدينا هنا؟ جددي، نحن نحل النشيط آه، وهل يود النحل النشيط بعد الخبز؟ أجل أرجوكي وماذا تريدون على الخبز؟ عسل لحسن الحظ، هذا ما قمت بفعلي خبز وعسل مرحب أحب أن أكون نحلة لأنهم يكلون الكثير من العسل أحب أن أكون حلزوناً لأنه يأكل كل خص جران بابيج ريتها الفتاة الشقية بابيج 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر